ليست الثقافة كما تعرفون تقاس بحصيلة المعارف والأداب والفنون والأثار التي تمتلكها الأمم فحسب بل ولا بمنجزاتها التاريخية في العلوم والاختراعات بقدر ما هي القوة التي تتبقى من كل ذلك لتمثل الطاقة المتجددة والمبدعة للإنسان والقدرة على مواجهة التحديات الطبيعية والبشرية والتفوق على ضروراتها الفرق بين الثقافات المختلفة يتجسد في مدى هذه الطاقة وحيويتها فهناك ثقافات متجددة وثابة شابة متوالدة خلاقة مهما كان عمرها وهناك ثقافات متكلسة متجمدة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة فما هي دلائل هذه الحيوية وما حظنا منها في ثقافتنا العربية أولا ورثنا من فترات الركود الحضرية أحادية النظرة في رؤية القضايا الخلافية فتعصب كل منا لرأيها ومصلحة واتهم غيره بالخطأ بل واشتطى في ذلك حتى رماه بالخيانة أحسيانا وبالكفر أحيانا أخرى دون إدراك حقيقي لضرورة التحليل التفصيلي والاعتراف بتعدد الأبعاد في كل المشاكل والتسليم بتفاوت القدرات لدي الشخصيات العامة وانتزاع أجمل وأقوى ما في كل منها نميل إلى اختزال هذا السراء في التعدد المنظورات إلى ثنائيات ضدية ونقيم بينها تعارضا مفتعلا مثل الأصالة والمعاصرة المصلحة الخاصة والعامة طموح الفرد ونهضة الأمة ليس هناك تناقض على الإطلاق بين هذه الأطراف بل إن جدليتها هي التي تصنع حركة الإنسان والمجتمعات ثانيا يؤدي هذا التشبت المتعصب بأحادية النظرة إلى الضحالة والسطحية وافتقاد العمق في التحليل والعجز عن تنمية الوعي بمعرفة الدوافع الآخرين وبرهينهم إنه يشف عن فقر الفكر بمقدار ما يقود إلى تحوله إلى سلوك عدواني غريزي من هنا يفقد قدرته على الحوار ويفتقد إلى روح التسامح ويضيع مفهوم حق الاختلاف بل وإمكانية الخطأ الذي يحرر المجتهد ويصون إمكاناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر